نساء الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال برنامج آخر الكلام غيبنا عنكم أسبوعين تقريبا بسبب المواسم والأعياد ربنا أعيد على المصريين الأعياد اللي فاتت كلها دايما وكل سنة تبقى أفضل من اللي قبلها ويعيد علينا ده ده كله بالخير يا رب ونكون تخطينا أزمة كورونا وكل الأحداث اللي شايفينها في 2020 أحداث صعبة سريعة وغير بعض مطلحقة كتير قوي يمكن كلنا بنخرج من موضوع وندخل في موضوع عندنا في آخر الكلام النهاردة حاجات كتير قوي بسخلوني أرحب في البداية بزميلي وصديقي محمد العزاوي مساء الخير يا محمد السلام نور زكا بريم عامل لي أحوالك وبقول سلام مشاهدين كل سلام طيبين من نسبة إيد الأطحى وإحنا الفترة اللي خاشف يعني خدنا ريست شوية وريحناكم من هنا شوية بس راجعين بحاجات كتير وكلام كتير عن ملفات كتير هتهموكم النهاردة عندنا حاجات كتير قوية عندنا عايزة أبتدي للناس بالشغل الشاغل للستة شهور اللي فاتت تقريبا كورونا عندنا إيه في كورونا ووصلين لفين يا محمد ووصلين لإيه في الفترة اللي فاتت واللي جاي بالأخبار الغريبة اللي سمعناها إنه في موجة تانية موضوع ده محتاج كلام مع الناس شوية إحنا بدأنا في الأول الفترة اللي فاتت الناس كلها التزمت بقى فيه كل واحد ماشي في جيبه الكحول ومعاه الكمامات وكوفيد نوينتين وخلي بالك وبقينا مفيش تجمعات وبقينا بناخد بالنا من الحاجات دي كلها والدنيا ميشت كويس جدا والأعداد بدأت تنزل بشكل واضح وبعد كده بقى بدأنا نتراجع ونتهاون وبقى حنا نقول خلاص مفيش أي حاجة تقريبا يمكن أنا بقولها كده يا محمد على طول صراحة بقول لا لا سيبك من الناس طمنات كأنه فيه إشاعة أنها كان فيه حاجة اسمها كورونا والناس خلاص نسيت الإشاعة بالزبط استهتار شوية تهاون شوية يمكن المؤسسات الجهات مازالت ملتزمة بالكمامة وبالإرشادات والطرق الاحترازية لمواجهة الموضوع إنما الناس بتتناسى وتتعايش بيش تتعايش مع الأزمة إنما تنسى إنه كان فيه أصلا أزمة ودي يمكن حاجة بحاول ألفة الانتباه شوية الناس ابتدت تخرج من الموضوع وكأنه شيء لم يكن لأ لسه ما خلصناش لسه فيه كتير جاي فيه دول دخلت فيها الموجة التانية وهيبتدي يحصل فيها أزمات بالأرقام هو بالأرقام 56% نسبة التعافية يعني الدنيا بدأت ترجع كويس والدنيا ماشي كويس ده كله ليه ما اختلفناش السكرة يا محمد الحفاظ على اللي جاي والتعامل بحرص بالزبط خليني أقول كمان خبر في الوسط كده وحاجة مهمة جدا هي الكلام عن وجود مصل روسي الخبر ده هزز العالم كله دي حقيقة دي حقيقة هنطلع الرئيس بوتين أو الامبارح طلع قال على الناس كلها إن احنا بدأنا نعمل لقاح لكورونا وخلاص تم تجربته وبالعكس ده هينتجوا والسعودية والأمارات حجزوا وجرعات وطلع مدير المركز الصحي في روسيا بيقول إن هو اجربه على نفسه اللقاح بتاع كورونا فيروس وده بيأكد إن اللقاح فعلا تم تجربته بشكل واسع على ما يعني نجح بالفعل والحمد لله يمكن نخرج من ده الفترة الجاية وبإذن الله يمكن يكون خبر يخرجنا من أزمات ومشاكل 2020 سنة صعبة علينا وسنة يعني كبيسة من كانت من بدايتها كبيسة شوية بأحداثها المتلاحقة خليني أروح لخبر وشغل شاغل في القطاع المصري تحديداً وفي العايشينه السنوية العامة فرند السنوية العامة أو أزمة السنوية العامة بكل النظم اللي هنشوفها واللي شفناها برضو بيسموها أزمة أيا كان نظام التعليم دايماً بتلاقيش حالة رضا ليه إيه اللي بيحصل الناس مجدودة ليه تحس إن البيوت بقت السمة المعتادة عندها إنه ابننا في السنوية ففي مخاطر من مستقبله وحياته مش هاي في الأزمة دي تنتهي إمتى محمد؟ بو الصباح أبراهيم هو الأزمة مش هتنتهي بكلام وخلاص هو لازم تخطيط لكل حاجة بمعنى إيه؟ أنت دلوقتي بتكلم عن تعليم وتكلم عن السنوية العامة وتكلم ده كله إحنا في الفترة الأخيرة وزير التربية العظيم طريق شاوئي دكتور طريق شاوئي عمل عمل منظومة عمل منظومة عمل منظومة عمل منظومة عمل امتحانات في وقت الناس كلها كانت ضد يمكن لا خليني أبتدي من البداية والله يا عحمد وأقول المشاهدين رأيي في الموضوع فكرة الدكتور طريق شاوئي أنا متفق معاه ومعليش خليني أكون متحيز وأذكر هذه الجزائية شوية للمشاهد فكرة الدكتور طريق شاوئي لما شاف أن الحياة كلها بقت موبايلات وتاب والأطفال اللي من 3 و 4 سنين متطورين وبيلعبوا بالتابلت وبيلعبوا بالموبايلات ودول العالم كلها المتطورة بتتعامل بالطريقة دي والمنظومة دي إحنا فين فكان قرار صعب جدا على المواطن المصري إنه يستوعبوا إنما كان قرار أنا من وجهة نظري مواكب للعصر فهو كانت خطوة مهمة بس هنا بقى في ناس هنا ضد القرار ده ليه ما هو ده أنا بقول متحيز يمكن حتى أنا قلت في الداية كلامي في ناس ضد القرار بيقولك أنا دلوقتي مش هاجي على تابلت مثلا في القرى القرى ما فيهاش أصلا الانترنت لا ما فيهاش فينية تحتية الناس مش لاقيها كراسية تقعد عليه لا أنا أختلف لأنها شايفة من نهارد الانترنت موجود في كل القرى وكل النجوع في مصر كلها ما عليش خليني أقول رأيي الحقيقي في ده يمكن أنا بشوف إحنا بنشوف على الأكونتات بتاعتنا محمد ناس بتبص على البروفايل بتاعهم على السيرة الزاتية بتلاقيهم من نجوع ومن قرى فبالتالي إذن النت واصل لهم هو ده المقياس وده التقييم بالنسبة لي الناس اللي ضد كده بيقولك يعني أنا بتكلم على إحنا مش معا ولا ضد إحنا بننقل تجربة التعريم في مصر اللي هو بمعنى أنا دلوقتي الدكتور طرق شاوي فعلا عمل حكاية الطابلت دي وإن مش مش أروح بالمدرسة عبعيشين كتاب ولا شايل مش عارف إيه حاجات خليني أعمل بوص بس والنبي محمد الجزئية دي وأخد معايا الأستاذ زميل والمبجل الأستاذ هيسم النوهي مساء الخير يا هيسم بيه مساء الخير هروح للملف الصحي شوية وأرجع تاني مشهد للخلف وخطوة للخلف في كورونا مساء الخير يا هيسم بيه تعريبا تعريبا لتصال تقطع الأستاذ هيسم النوهي المتخصص في الأمور الصحية مزبوط في الملف الصحي في الملف الصحي في مصر خليني آه يعني نتواصل تاني معايا يمكن يهمني شوية وجوده معانا يعرفنا الحالة إيه والوضع شكله عامل زي في مصر في النسبة مثلا في انتحالة سنوية العامة وكورونا كان فيه التزام بالتباعد الابتماعي باستخدام المسكت بالكحول لا الالتزام ده كان نابع من القيود اللي حطتها وزارة التربية والتعليم ده اللي أنا شايفه مزبوط فكرة السيستم نفسه خليني أروح بقى المشهد مهم جدا بره المجميع وبره الأحداث اللي حصلت من ناس فرحة ناس زعلت وهكذا خليني أروح لحطة مهمة جدا اللي عايشين فيها دلوقتي وهي التظلمات بعد النتيجة ما ظهرت حصل إنه في كتير ما عجبهمش وضعهم في المجميع وعملوا تظلمات قدموا على التظلمات بتقدم على المادة عشان بس نفاهم الناس اللي حصل بتقدم وتدفع رسوم على كل مادة أنت بتتظلم فيها ومن حقك أنك تطلع على ورقة الإجابة وتشوف الوضع النتيجة مفروض من المفترض إنها تظهر النهاردة كلام ده حصل من 3 أو 4 أيام وبتبتدي النتائج تظهر في التظلمات فهنلاقي الفترة اللي جاية النتائج بتظهر عشان التنسيق التنسيق هيظهر بعد نتيجة التظلمات لأن الكنترول لسه بيعد ده اللي هقوله وعجبني في المنظومة يا محمد إنه الحياة كلها دلوقتي بقت انترنت وكبما العصر راضينا أم أبينا الأرقام بتحط وبيظهر لك بيانات الطالب كلها وبتابع حياتك كلها وانت في بيتك التوابير والأمور دي انتهت يا محمد طبعا انتهت وكمان التظلمات السيستم فيها بقى مختلف يعني اللي وقت التظلمات لما أنت تروح تقدم حد علشان فيه تظلم في مادة معينة أو حاجة معينة بيتم تقديم طلبك بشكل إلكتروني الأول وبتاخد دورك وتاني حاجة فيه أرقام سرية وشكل إلكتروني فاهم أبينا هم حاجة جميلة جدا مفيش تواضير حاجات بيتأسهل كتير خليني أختم موضوع التعليم ده بحتة مهمة جدا بعزاء واجب لطالب السنوية العامة اللي أثر فيه كتير ممكن ما كنش متذكر اسمه إن أنا ما تذكرت الموقف حالا الطالب اللي حصل على 99% أنا حاليا بعزي أسرته بعزي كل مصر فيه كتير قوي كان موجود على السوشيال ميديا ومواقع التواصل اتحسد أنا من رأيي آه اتحسد ربنا يرحمه ويجعله شهيد ويصبر أهله يعني هو ده كان بالنسبة لي أكتر حادث مأساوي أثر فيه الفترة اللي فاتت حاجة تحزن حاجة ده يعني على المستوى الشخصي ربنا ما يكتبهش على حد ما يكتبهش على أي أسرة ربنا أهله في الموضوع خليني أروح للموضوع تاني بس خليني أخد أول اتصال من الأستاذ هايسم إنه وإيه الخبير في الملف الصحي مساء الخير يا هايسم بيه ألو ألو تقريبا فيه مشكلة في الاتصال أو في الشبكة عند الزايسم بنحاول نتواصل تاني معاه خليني أروح سريعا لملف تاني عندنا فقارات كتير قوي برضو بنفكر الناس للتواصل معانا على أرقامنا أي استغسات أي شكاوى أي أمور تخص المواطن المصري إحنا موجودين بنحاول نساعد بنحاول نحل بقدر الإمكان بنحاول نكون حلقة وصلة دايما ما بين المسؤول والمواطن عندنا إيه يا محمد؟ عندنا المعدية بتاعت البحيرة اللي النهاردة كانت حدث ما نسوي بصراحة يعني أنا يزعلان إن الحوادث دي لسه بتحصل في مصر يعني حتى إحنا عايزين نبقى مركزين حتى الناس وعي الناس ما يبقاش ناس كتيرة تطلع وعربيات يعني الموضوع محتاج مننا إن إحنا حتى لما نيجي نستخدم معدية نبقى مركزين في الأعداد ما نزودش مش علشان نلحق نمشي فاهم أبراهين أنا سور موضوع مأساوي فعلا شوية موضوع يحزن يعني موضوع يحزن حتى أعلانة المحافظة متهالة عن المحافظ بحيرة عن يعني يعان أو منحة عشر تلاف جنيه مظبوط مرش المسمى إيه بالضبط اللي بيخرج إنما هي ولسه هيزيد الحاجات دي طبعا الأمور دي هزيد الدولة بتحاول تقب قدر الإمكان وقدر إمكانياتها مع الظروف ومع الحوادث دي إلا إنما أنا من وجهة نظري إلى نهاية العمر هتفضل تحصل حوادث في كل بلاد العالم طبعا مهم ربنا عافينا ربنا خلصنا من 2020 على خير يعني فيها أمور كتير جدا يعني مش عايزة أقول الشر بالعكس أنا عايزة تفاقل بالخير وتفاقلوا الخير يتجدوه إنما أثرت فينا بأمور سلبية كتير من بدايتها إنما ربنا خلصها على خير كل سنين ربنا حلوة كل أيام ربنا جميلة عندنا أيام حمد من فقرات بصفر دلوقتي عندنا حاجات هندخل على زاو الهمم فقرة زاو الهمم عندنا حالة إنسانية جميلة جدا خالد جلال أنا مش عندي حالة إنسانية أنا من وجه التنظري خليني أوصف الوصف اللي قلبي يطمئن ليه أنا ما عنديش حالة إنسانية وما عنديش مشاعر إنسانية أنا عندي فرحة جميلة عندي معاهم مع خالد تحديدا فرحة جميلة صورة مبهجة والله أول ما تشوفها عينك يمكن ظهر لكل المشاهدين تحس إنه قلبك بيتحك شخص جميل شخصية وزوجة جميلة فرحة جميلة ده في وجهة نظري هو الوصف الدقيق يعني خلوني أبارك وأنا نفسي أبارك لخالد على الهوى يعني يمكن زمالنا كده في الكنترول نحاول نتواصل مع خالد ونبارك يعني أنا كل أمنيتي إننا أبارك للزوج والزوجة اللي هم أقدر مني ومن غيري ومن آلاف المصريين على إنهم يصنعوا فرحة دايماً بقول اللي عايز يصنع فرحة هيصنعها إرادة وعزيمة وشخصية لما تتواجد في ناس هتحقق فرحة تكاسل ورغم إنه عندك إمكانيات هتخلق دايماً كآبة وحزن متهاية محمد مليشة عليها معانا خالد يمكن حتى بيقولوننا دلوقتي أنا من فرحتي إن أنا أقدر أبارك لخالد بس نساء الخير خالد ألف مبروك معاك إبراهيم مختار الأول معاك إبراهيم مختار ومحمد الأزاوي عامل إيه أخبارك ألف مبروك الأول وط يا خالد والنبي التلفزيون من عندك أنا بحضرتك أنا حابب أبارك لك بس وزعلانك مع زمتناش يا باشا ربنا يتمم على فتحاتك يا رب وتسلم وتسلم على المنظمة ربنا خليك معاك محمد الأزاوي في الزواج هتخالد بيعمل إيه أحوالك أهلا بحضرتك دلوقتي عايزك تتكلم كده مع الناس وتحكي لنا التجربة بتاعتك التحديات اللي إنت تخطيتها إزاي في الزواج أه أصلاً الزواج ده لوحده أصلاً تحدي ربنا يكمل حياتك بالخير يا رب يا خالد أنا حابب من هنا وعلى الهوى أنا ومحمد العزاوي وكل الطاقم وفريق العمل بنبارك لك وبنقول لك يا رب دايماً تعيش في الحب ابتدأ كلام جميل قوي كلام كله إرادة بنت وحبتها تصبوط بنت وحبها حبها وكوينوا أسرة جميلة وبسيطة بس أنا أقول لك على حاجة وهي حبته أه طبعاً طبعاً الفرحة ما شاء الله الله أكبر رب يدعانك العيان والحسد بين عليكم وبين على وشكم دايماً يديم عليكم السعادة اللي عايز يفرح برجع أقول تاني بيفرح بيتحدى ويفرح أنا شايف تحدي الحزن أفضل من تحدي الإعاقة خالد عايز أسألك على حاجة بقى أنت دلوقتي إيه الصعاب اللي أنت واجهتها التحديات اللي أنت قهرتها لغاية ما وصلت للمرحلة دي تقريباً للأسف لسا مالنا بيقولنا إن الخط تقطع مع خالد للأسف يعني أنا في مشكلة في الشبكات ما حد بيهني حد على حاجة تقريباً من الحاجة النهاردة في ضغط على الشبكة ليه يمكن يوم الخميس رجالة بعد العيد يوم الخميس آه خلاص عايز أرجع أفكر الناس تاني بفقرة للرجال فقط أو مش للرجال فقط ايا مش للرجال بقى هنا بقى عايز أقولك على قضية ايوة قضية قضية يعني عايزيني كلم فيه مرأة وانا بقى اه يعني بص انت ضدني ما بقيتش عجبني ما بقيتش عجبني الفترة واحدة راح تقدمت قضية تقول إن جزها خد بقى ساقتها والمنقولات بتاعتها علشان يعمل عملية لضررتها طب هي قالت كده انت سمعت من جزها هي دي الأزمة قولي طيب انت سمعت من جزها سمعني من جزها قال إيه قال إن ضررته عايزة تعمل عملية ضرورية اللي هي مراته التانية طب ما هي يعني بتحيي إنسانة ليه بتجاهد على بعض المصريات ماينفعش الكلام ده معاهم ماينفع أنا شايف بقى أنا شايف أنا شايف أمحمد طب هم متجوزة في السر يعني كمان متجوزة في السر يعني هي ما تعرفش فوجئة إن هي وبيبيع السيغة بتاعتها علشان يروح أنا بتكلم بجد بوس خليني خليني أكون دلوقتي هو من حق أن هو يتجوز يعني بالعكسة مش ضد من حق أن هو يتجوز صح بس يقول لها أنا هتجوز وإحنا تانية خليني أكون وسطي صح يمكن هكون وسطي برضو معاك أمحمد فكرة الراجل من حقه كل حاجة في الدنيا إنه أنا من حقه كل حاجة في النور مش معنى إن أنا أكون مش هقوله مش متعاطف بالعكس أو متحامل حشل الله على الست لا خالص الفكرة بالنسبة لي إنه الراجل شقيان أكتر تعبان أكتر برة في الظروف الحياة والظروف المعيشة والست من المفترض إنها هتكون هي منبع الراحة اللي بيفضي الشحنة دايما عنده الراجل إنما مش هكون أكيد معا إنه الراجل يعمل في الخفا بالعكس لازم الراجل يكون في العلن أنا هتجوز زي ما محمد بيقول أنا من الحقيقة أتجوز تقبلي ترفضي دي أمور نحلها إنما في الآخر هو قرار لازم يتاخد في النور فكرة إنه الراجل ييجي على حساب ستة ممكن أنا برضو حتى ليه وجهة نظر في الجزئية دي في إنه الراجل مهما نحاول يعدل أمر صعباوي خاصة إنه الستة المصرية تحديداً ليها شروط وضوابط ومعاملات خاصة متهيل أنت معايا في الحديد مثلاً لو أجي تجوز واحدة تانية لازم يدي الأولانية حقها مش ياخذ من الأولانية عشان يماشي التانية يعني الموضوع محتاج صراحة ووضوح يعني في عام إبراهيم يعني دي حاجات أسرة أسرة أنت بتهد أسرة بتهد كيان أسرة علشان حاجة تانية ماشي ممكن تبقى إنسانية ممكن تبقى عملية ضرورية إن إحنا نعملها بس في نفس الوقت ما ينفعش إن أنا يعني أدخل في حاجة تانية من غير ما منهي الحاجة الأولانية يعني لازم بالنسبة للمسائل الجواز دي بالذات تبقى كل حاجة في العالم والحاجة التانية أنا لازم أراعي شعور الست اللي أنا ارتضيت اللي هي تبقى مراتي وعايز تتجوز تانية برضو تانية ابتدت طريقتك كده شوية تبقى لينة وتبقى يعني متعاطف مع الست لا أنا شايف إنه الست اللي لازم شوية تكون هي اللي رفقاً بالراجل يعني نعم أنا عارف ما متفق شرعاً رفقاً بالقوارير إنما أوقات التعنت والعنف بيجي من الست العنف يمكن الناس شوية تستغرب أكيد بش كل الستات ومعظم ستتنا وأمهاتنا وإخواتنا كانوا أفضل ما يمكن في تاريخ البشرية إنما في ستات عنيفة في ستات مرهقة في ستات مؤزية مؤزية فكرية مؤزية نفسية مؤزية بكل التصورات الست دي دايماً بحاول أخرجها يمكن دايماً كلامي وبقول إنه مش للراجل فقط الموضوع أو الفقرة إنما هدفي واحد هدفي إن أحاول أحل أسرة أحل نطاق الأسرة والبيت المصري هو دا الهدف اللي بالنسبة لي أسماً يمكن أنا متعنت شوية ومت يعني مش هقول مش متعاطف غير مع الراجل في الأمور دي لأنني قدامي مشاهد كتير بتبين إنه ست بتتعب الراجل بتكون مش سبب مساعدة لي بنسمع دايماً وراء كل راجل عظيم مرأة هو دا نفسي يكون كل راجل في مصر أو في نطاق اللي حواليا كل راجل حواليا عظيم بسبب مرأته أو شركة حياته هي دي الفكرة اللي عز وصلها يا محمد مظبوط وهي الست هي اللي بتعمل بتجهز المناخ الملائم لجزها علشان ينتج ويفكر ويبدع فالموضوع محتاج من لتنين تفاهم طبعاً إحنا هنكتلم على حاجات كتيرة مرة الجاي بقى يبقى معنا حد متخصص في العلاقات الزوجية ونتكلم بقى حتى أنا بقى خليني بقى أكون صريح أكتر منك مش عايز أدخل في الملف شوية وأدخل في ملف للرجل فقط قبل التنصيق مع المجلس القوم الموارد أنا مش أدوكم في الأول وفي الآخر أنا مش أدى الستات وأدى هجومهم أو حسابتهم في أنهم يحسبوا الأمور غلط في أنني بهاجم الست عموماً أنا مش بهاجم الست عموماً بالعكس أنا بهاجم جزء معين موجود في حياتنا ليه تأثيرات كتير قوي بسبب السوشيال ميديا الموجودة بسبب التفتح الزائد الست تفتحت زيادة بصت زيادة كتير قوي من الستات ابتدت تعطرت دائماً ابتدت حياتها ما تعجبهاش وهو دا دايماً اللي أنا بقول هو سر عدم الراحة وسر عدم السعادة أعرفبي ما تتحول؟ أنا في رأييي نفس الشيال ميديا في ناس كتير من الستات بدؤوا يستخدموا السوشيال ميديا بشكل خاطئ بقى فيه إطلاع على أفكار ومبادئ اختلفت براAT كم أرنبونا جدونا أشم PerattNow في موزعات موجودين ومعرفين بيصيروا الست بيهيجوا الست تجاه فكر الراجل بقت أزمة بقت الأمور دي كلها متناولة على الساحة انت بجد حرية المرأة بإيه علاقة حرية المرأة بإنها تنهر الرجل وتعترض عليه دائما وتكون هي بالند وتكون هي بتعامله الراس براس محدش قال إنها مش نص المجتمع إنما ما تكونش كل المجتمع وما تكحفش حقوق الراجل وإلا يبقى الراجل معترض على حريتها في أمور وسطية التالة الستات أو بعض الستات تحسبها غلط هي دي وجهة النظر اللي أنا بحاول أقدمها الوسطية إنه يكون هو مش مجحف بحقوقها وهي ما تكونش جاي عليه ومعترض دايما على حياتها أنا معاك في الكلام ده براين معاك في الكلام ده أنت متعاطف يا محمد أني تقوليش معاك في الكلام ده قدام الشاشة وفي الآخر من ورا الشاشة بلاقيك دايما مع الستات أيها طبعا وتتكلم في تليفونه ويتروح لا يا محمد عايزك بقى أقوى شوية مع الست المصري سيبنا بقى بين عين الست والراجل خليه ناخدك في موضوع مهمة قوي للأقصي موضوع تريند وموضوع ده على سوشيال ميديا مكسر السوشيال ميديا وعامل تعليقات غير طبيعي عايز أخد رأيك فيه أنا عارف أني أنت ملكش في الكورة لا لا يا والله طيب هنشوفه دلوقتي رمضان صبحي عارف موضوع رمضان صبحي عارف كويس قوي موضوع رمضان صبحي ده عامل هسهس عند الناس طب ما تجيلي أسألك أنت الأول سؤال أيه أنت أهلاوي ألا زي ملكوي أنا أهلاوي حلو أنا أهلاوي أيه حلاص وعلانت كده صريحة تعالي نتكلم في فكرة رمضان طالما أنت سألتني فكرة رمضان صبحي وفكرة الاحتراف أنا مع إيه وضد إيه أنا مع الاحتراف خليني أكون صريح ماشي ومع الانتماء حلو بص هتلاقي أمور شوية تحس أنه مع الناس تقول إيه شوزوفريني دي أنا مع الاحتراف ومع الانتماء إنما مش مع المغالاف الأسعار في الشكل ده هتلاقيني مع مع اللاعب في فكرة تأمين مستقبله هتلاقيني الانتمائي للأهلي مش مع إنه يروح نادي منافس أو نادي آخر فالفكرة نفسها هتلاقي محمد فيها لغبطة هنا أبراهيم بقى أنا عايز أوضح حاجة الموضوع موضوع مادي وعايز أشرحه بشكل واضح أنا لذلك أتكلم كمحترف أنا راجل محترف جماهير الأهلي ممكن تزعل مني شوية في الموضوع ده بس أنا لذلك أتكلم في الاحتراف أنا لما أجي أخد مثلا 12 مليون في الموسم قدام 30 مليون في الموسم فرق أكتر من 100% طبعا ليه أنا أحرم ولادي من الرزق اللي جايل لي ده حاجة تانية أنا مش أخسر حاجة أنا أنا لوقتي مش أخسر فريقي ولا أخسر انتمائي أنا بتكلم على إن جايلي عرض تاني من فريق تاني همشي بكل الاحترام والود مقابل لنكسب أنا برضو ما ترضليش الخسارة بص إنت بتقيم محمد خليني أكون برضو أوضح خليني أكون أوضح للمشاهد أنا مش مش في المجال الرياضي وإنت مش في المجال الرياضي وليك حسابات مختلفة عن تقييم الرياضيين إنت بتحسب بمشهد خارجي بمشهد انتمائي من الخارج غير فكرة اللاعب دي الرسالة اللي عايزة وصلها يمكن إحنا فتحنا وقررنا نفتح الموضوع للسبب دا إحنا نكلم تعصب أمان هو إحنا قررنا نفتح موضوع لعب ورمضان صبحي خاصة أن البرنامج اجتماعي ويخدم وخدمي للناس أكثر من أنه هو يتكلم في مجال الرياضي إنما كان في رسالة عايزين نوصلها عايزين نوديها للمشاهد إيه هي فكرة اللاعب أي أن كان اسمه وفكرة الاحتراف والانتماء ودت المواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي لمشاحنات ابتدأي بقى فيه مشاحنات دا اللي عايزة أتكلم فيه مع كل المشاهدين الموضوعية بمعنى إنه انت من حقك تقول وجهة نظرك ما دمت ما بتجيش وما بتجرش على حقي يعني الحرية دي أمر مكفول لكل مواطن إنه يفكر بالطريقة اللي تعجيبه نحن نتكلم على إن دلوقتي بقى الموضوع فيه تعصب هو دا هو دا فيه اللي تحترام للناس والشخصيات بتظهر أيادي خفية ممكن هي رسالة عايزة أوصلها يا محمد إنه فيه أيادي خفية بتطلع في النص تحاول تعمل واقعة أو تعمل مشاحنات إحنا في الأول وفي الآخر واحد كيان واحد اللاعب دا بيلعب للأهل اللي الزمالك لبرامة زل أي لا أي كيان هو لاعب مصري تتكلم في احتراف بقى هو لاعب مصري مظهور دي منظومة برانة اتكلم فيها وأنت حر ما لم تضر في الآخر قول وجهة نظرك ما تجرش على حقي فإن أنا من حق أكسب وأنا مش هجور على حقك في انتماءاتك وحبك للنديك فكرة دايما عايزة وصلها خليني أفكر كل الناس وكل المشاهدين كمان بأنهم يتابعونا وأرقامنا موجودة على الشاشة للتواصل معنا خلال برنامج آخر الكلام أي استغسات أي مناشدات لأي جهات إحنا موجودين عندنا محمد ناخد ناروهم برضو ونرأيهم برضو في موضوع رمضان صبح أنا موضوع رمضان صبح ده بتكلم فيه لإن الموضوع ده واخد ترند جدا واخد حيز كبير جدا على السوشيال ميديا ودلوقتي بقت الأهلي جمهير الأهلي والزمالك داخلين في بعض إنت ما شوفك مع إنه الزمالك مش طرف آه علشان يقولك إن العرض اللي جاي هو الزمالك طب ما فيه ناس باللوقتي بتتكلم إن رونالدو رايح برشلونة أنت متخيل إن رونالدو ريال مديد رايح برشلونة يعني والناس بتتكلم بمنتهى الاحترافية ومنتهى هتفعنا بقى مش هتكلم على انتماء ايه اتفعنا في الآخر بشعنجور على انتماءات الجمهور إنك تحب نديك بحبه إنك تعشق نديك اعشقه مثل آخر يعني ما تتجاوز في حق اللاعب لإنه هو إنسان وليه كيان وليه بيت وليه حرمة كل الأمور دي لازم تحطها في اعتباراتك قبل ما تغلط قبل ما تتنمر لإنه محدش مننا يعلم فكرة قلب الكراسي في إنك تكون مكان الشخص دايما بحطها دايما قاعدة قدامي في حياتي وصورة في حياتي بقلب الكراسي إذا هتخانق مع محمد بحط نفسي الأول ما كان محمد يمكن ده أنا شخصياتي كده بحاول أوصل بوجهة نظري للمشاهد دايما أنا بحاول أوصل رسالة للمشاهدين عندنا يا محمد بص بقى من إمبارح أول إمبارح كان فيه عرص ديمقراطية في مصر كان انتخابات مجلس الشيوخ نحن جايبينها في الآخر بنتكلم ليه عن الموضوع ده لأن أنا عجبني الشعب المصري ووعي الشعب المصري بقى عنده وعي بقى فيه عملية انتخابية الناس نزلت محافظة على التباعد الاجتماعي كل واحد الكمامة بتاعته بيتعامل بمنتهى الرقي واختيار المرشحين في مجلس الشيوخ اللي هو يعتبر أحد الغرف البرلمانية المهمة جدا للقوانين وهي بيتاخد فيها الاستشارات بتاعة القانونيين والمستشارين علشان قبل ما يتهم القانون فده يعتبر مطبخ كبير إبراهيم والله هو اللي عجبني يا محمد كمان شوية أنه الناس بتاعت تفهم إيه دور مجلس الشيوخ كان خطوة لابد منها الإدارة السياسية في مصر صممت أنها هيكون الوقت الحالي هو وقت إنعقاد مجلس الشيوخ هي دي الحدث الأكبر بالنسبة لي في فكرة تحدي الإدارة السياسية في تواجد مجلس الشيوخ لأنه بعت كتير فترة طويلة متهالي محمد فترة طويلة قوي إلى أن قررت الإدارة السياسية في مصر أنه يكون لي دور لأنه هو بالفعل أكيد مش هيتم صرف المبالغ دي من الأحزاب ومن المرشحين إلا أنه لازم يكون لي دور في العملية السياسية وإدارة العملية السياسية في مصر ورأي مجلس الشيوخ فبالتالي كانت الدولة متابعة ده عن كثب زي ما بيقولوا عن جد علشان تطلع بمنظومة قوية فكرة تواجد الناس في المحبزات في الأقاليم الأقاليم بقى والميزة بتاعة الأقاليم إيه؟ الست المصرية المرأة المصرية هي لتصدرة المشهد الشباب وكبار السن كان عبارة عن مظهر حضاري رد على كل الناس اللي بتهبل برة ويقولك أن مصر ومش مصر وكلام بقى تقارير أصلا مغلوطة وفيها حاجات كتير قوي من الناس اللي هي أعداء خلالي أعداء مصر أو طيور الظلام زي ما بيقول اللي عجبني كمان الأمن والأمان اللي نزلت فيها شمال سينة شمال سينة ضربت المثل في الديمقراطية والناس نزلت ولا خايفة من أي حاجة والجيش مأمن بشكل جميل يخليك فخور يا إبراهيم فخور بالعص الديمقراطي ده فكرة كانت غايبة شوية يمكن كمان هيلاحقها مجلس الشعب مظبوط مجلس الشعب على آخر السنب آخر السنب هيلاحق ده يمكن كان مشهد تجريبي جميل ومشهد يعني نال استحسان كتير غير الأعداء غير أعداء الوطن على حد قول السيد الرئيس أعداء الوطن هم بس اللي بيحاولوا يتنمروا ويطلعوا المساوئ ويعملوا ويخلقوا بسطات يحاولوا يشويهوا بيها العملية إنما في الآخر كسبنا وهنكسب وبنكسب وهنكسب أكتر بإذن الله لما يظهر المظهر بتاع مجلس النواب وانتخابات مجلس النواب والعرس الديمقراطي يكون أكبر بإذن الله من كده يمكن هي بروفا بروفا كانت جيدة للدولة وحتى كمان يمكن حصلت الانتخابات ويمكن فاتح الموضوع ده شوية لإنه حصلت في وقت صعب قوي فكرة الكورونا وإنه يكون فيها انتخابات بتهلي ما ظنش إن ده حصل في كل دول العالم حاجة صعبة حاجة صعبة إنك تسيطر على الوضع انت عايز ناس وبتقول الناس بعيدوا صعبة قوي عملية 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 زي بالضبط زي عملية الامتحانات السنوية العامة انت عايز الطلبة يجوا يمتحنوا وانت بتقول لهم يعملوا تباعد ففكرة السيطرة وإدارات الدولة إنها تسيطر على الوضع بالنسبة لي كانت مسئولية كبيرة قوي ونجحت فيها وزارة التربية والتعليم وسانيا نجحت فيها الجهات السيادية والقيادية في انتخابات مجلس الشيوخ من وزارة الدخلية والقضاء في إشرافهم عن اللجان كانت عملية منظمة بالفعل من المواضيع بقى المهمة أبراهيم اللي أنا قلتها وكانت يعني عجبتني جدا جهاز حماية المستهلك هيعمل إشراف على مصاريف أولياء الأمور المدارس الخاصة ده حاجة السنة اللي فاتت أنت عارف طبعا علشان كورونا ففي ناس كتيرة قوي دفعت مصاريف البس وما أخذتش حاجة يعني أنا دلوقتي مفروض دفعت تمن خدمة مفروض الخدمة دي يا إما أخدها يا إما أسترجع فلوسي أنا جايين تطلبوني السنة دي بمصاريف مدارس تاني ومصاريف بس التاني طب ما أخذ اللي قبل كده جهاز حماية المستهلك كان يبقى معنا بس للأسف فيه مشاكل في التليفون طلع النهاردة بيان قال إن الجهاز هيصدر بيان يا إما يرجع المصاريف لأولياء الأمور يا إما هتبقى أنا بقول لك مش ترجع هترجع إن شاء الله أنا شايف إن مصاريف أولياء الأمور دي حاجة مهمة جدا أنا بقول لك مش ترجع إذا دلوقتي هيبقى هيرجع وأنا على هوا متفاجئ بكلامه بقول لك مش ترجع فكرة برضو كانت حاول كتير من الأولياء الأمور التواصل معنا في إنهم يحاولوا يشوفوا إيه الطرق وطرق الحل في إنهم يرجعوا إنما في الآخر الفلوس دي دفعت في بداية السنة اللي فاتت ما كانتش المدرسة تعلم وتعاقدت على أوتوبيسات كل مدرسة وليها ظروفها وكل منظومة دراسية ليها ظروفها إنما الأهم في إن الدولة التفتت لده في اللي جاي هو ده اللي جاي بقى الفترة اللي جاي طبعا لسه من رفش العام الدراسي هيبقى جاي كم يوم دراسة يوم أو اتنين أو تلاتة ما نعرفش لسه يعني هل هيروحوا ولا هيبقى فيه دروس عبر الإنترنت فده اللي أنا بتكلم عليه الفترة اللي جاي لسه هتحدد عشان نحدد المصاريف اللي لقتي لسه عشان نتكلم عن المصاريف الحاجة الثانية اللي عايز أقول لك عليها برهين برضو حاجة مهمة جدا موضوع لبنان يعني موضوع لبنان ده نهارجع أقولك تاني عشرين 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 مش عارف عشرين عايز أتخلص عليه عايز أتخلص على العالم كله يعني أنا موضوع لبنان طبعا إحنا بنقدم التعازي للشعب اللبناني في الضحايا بتفجير بتاع مرفق لبنان حادث مأساوي يعني نحن مرفق لبنان يعني الميناء بتاع اللبنان والله العزيم حمد عايز أقول لك دائما بحول أدور على مصطلح مرفق لبنان ده ومش عارف فبقيت أقول له أنا كمان مرفق لبناني والله العظيم خلينا خلص سريع معك أنا بسألك على الهواء والله مباشر ولا معرفش والله ده حقيقي المصطلح ده بيتم بيستخدم برا عندهم في لبناني بيقولوا مرفق عشان أنا كمان اعتبرت نفسي مشاهده ومعرفش يعني مرفق فعايز أقول للناس كمان هو المرفق فعلا إنما في الآخر بغض النظر أن أنا باخد الموضوع في حتة تانية إنما كل التعازي وكل التعاطف مع الشعب اللبناني شعب تعب كتير قوي الفترة اللي فاتت آسى كتير قوي الفترة اللي فاتت من ثورات ومن أعداء داخليين وخارجيين ومفيش حكومة كتير كتير قوي يعني أنا لما أجبوص كده على العربي وعن قرب والله يا محمد الوحيد بيزعل شعب طيب جدا شعب يستحق التعاطف من كل العالم مش مننا احنا فقط لأن هم شعب طيبين مقربين وبيلبق لنا والله العظيم البق لنا وكمان إحنا يعني مصر دايما المواقف بتاعتها واضحة وصريحة مبارح الطيارات يعني الطيارات الرابعة راحت هناك يعني المقرب الرابعة بيسموها يعني الموجة الرابعة من المساعدات المصرية للأشقاء اللبنانيين راحت هناك كل المساعدات الطبية أنا أنا شايف أنه دا عهدنا عليه من سيد الرئيس عبدالغتا السيسي بجد دا عهدنا عليه في عز أزماتنا بيساعد أشقائه في عز أزماته واحتياجاته بيساعد أشقائه بس المساعدات دا وزير الخارجية السافر فكرة كانت غريبة بالنسبالي تصديره لمنتجات طبية في زل أزمة كورونا لدول جوار أمور صعبة قوي فعلا قائد قائد وطن عربي مش كمان مساعدات كمان وزير الخارجية السافر علشان يحاول يجبع الأطراف يشوف إزاي أنت ممكن تحتوي الوضع في لبنان يعني الموضوع اللي أنا بتكلم عليه أنت بتساعد سياسيا وفي نفس الوقت بتحاول تساعد من ناحية الغذائية والطبية وتقدم كل المساعدات للأشقاء الليبنانيين اللي هم في محنة وإن شاء الله يعدوها وينتهي الكبوس اللي هم عايشين يا رب في نهاية حلقتنا في آخر الكلام الحلقة جريت بسرعة والوقت جريت مع كل المشاهدين بسرعة إنما حابب بنوه كل المشاهدين لأنه برنامج آخر الكلام في طريقه لإداد صفحته اللي هيستقبل عليها كل مرسلات المشاهدين مشاهدين على السوشيال ميديا ومشاهدين في البيوت على الشاشة على شاشة تلفزيون هنكون متواصلين معهم طوال الأسبوع وهو ده الأهم لأنه عندنا فقرة كاملة للشكاوة والاستغاثات وهي الأهم احتياجة للمواطن المصري وللبيت المصري ممكن أبراهيم هنا أنوه على حاجة إحنا ممكن نستقبل إن شاء الله من خلال الصفحة دي بعض الفيديوهات يعني ممكن يحكي في سيلفي صغير لمدة يعني خمسين ثانية أو تسعة وخمسين ثانية مشكلتك مشكلتك يعني تبقى حاجة جميلة جداً لو أنت بعدت لنا السيلفي بتاعتك طبعاً نشوف اللي ينفع يطير العشاشة واللي ما ينفعش فدي تبقى فكرة حلوة جداً فكرة كانت يعني تستحق فعلاً النظر فيها في إنك قول مشكلتك بصوتك بدون ما تقول لنا فيه مشكلة في الاتصال والخط قطع اعمل لنا الفيديو مش رسالة صوتية لا هو فيديو مصور هنتابع به معاك وهنقدر نتواصل معاك في نهاية لقائي بشكر زميلي وصديقي محمد العزاوي رئيس تحرير الجمهورية بشكرك شكراً جزيلاً بشكر كل مشاهدين قناة صح الجمال برنامج آخر الكلام أراكم كل 2 و 5 من كل أسبوع الساعة الثانية 10 صباحاً أسباحاً على خير واشوفكم في الحلقة الجاية